بسم الله الرحمن الرحيم وقرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وزكاة الفطر لها حكمة وقد ذكر العلماء استنادا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتين أي هدفين الهدف منها أولا تطهير الصائم من الرفث ومن اللغو وثانيا إطعام المساكين وإسعادهم في ذلك اليوم يوم العيد الذي يسمى يوم الفرحة وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجائزة مقدارها هو صاع والصاع هي أربعة مدد حفنة بيدين متوسطتين تقريبا قدرها العلماء قدروا الصاعة في حوالي اثنين كيلو ونصف او اثنين كيلو وستمائة قرام او سبعمائة قرام وتعطى من غالب قوة أهل البلد عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر ويذكر ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انهم كانوا يعطون زكاة الفطر صاعا من شعير او اقط او زبيب او طمر لانه كان هذا هو غالب قوتي اهل البلد عندنا في المغرب يقدر الامر بالطحين دقيق لانه غالب قوتي اهل البلد ولهذا لما فكر العلماء اجاز العلماء اعطاءها نقدا اي فلوس كانت تقديره بناء على ثمن دقيق الذي هو غالب قوتي اهل البلد وهو موجود في الاطعمة كلها التي يأكلها الناس في رمضان لمن تعطى هذه زكاة الفطر طبعا معروف ان الزكاة تعطى لثمانية اصناف مذكورين في القرآن الكريم انما الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الغارمين في الرقب لكن بالنسبة لزكاة الفطر فهي تعطى لصنفين فقط الفقراء والمساكين ويمكن ان تعطى للغارمين مثلا فيهم شي دين ولا على اساس انهم فقراء او مساكين متى تعطى زكاة الفطر الراجح انها تعطى يوم العيد قبل الخروج الى المصلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان من اعطاها قبل الصلاة فهي زكاة ومن اعطاها بعد الصلاة لكن الظروف التي نعيشها اليوم الظروف المدنية التي يعيشها المسلم اليوم تقتضي امورا اخرى اولها انه ينبغي الحرص على تحقيق الهدف الهدف الرئيسي من زكاة الفطر وهو اسعاد الفقراء والمساكين في يوم العيد واغناؤهم عن السؤال وطبعا هذا الامر وهذا الهدف لا يمكن ان يتحقق بالشعير او بالتمر او بالاقط الاقط هو ما يعرف عندنا بالكليلة ولكن يتحقق هذا الامر بسهولة وبيسر بالنقد اي الفلوس ولهذا يحرص كثير من الناس اليوم على اعطائها نقدا والعلماء في كل سنة يقدرون القيمة النقدية لزكاة الفطر كذلك يمكن تقديمها وقد ذكر ذلك عبدالله بن عمر انه يمكن تقديمها او انهم كانوا يقدمونها بيوم او يومين وتعطى للساعي الذي كان يجمع هذه الزكاة واليوم تقديمها افضل لانه يوم العيد كل الدكاكين مغلقة المتاجر مغلقة حتى ذلك الفقير الذي تعطى له زكاة الفطر يوم العيد صبيحة العيد لا يمكن ان يستفيد منها وانما لو قدمت بيوم او يومين لا استفاد منها افضل وزكاة الفطر هي فريضة وتعطى على كل مسلمين او مسلم ذكر او انثى حر او عبد كبير او صغير حتى الجنين الذي يولد ولو بيوم قبل العيد فانها تعطى عنه زكاة الفطر ويذكر ابو قلابة ان الناس كانوا كان يعجبهم ان يعطوا زكاة الفطر بل كانوا يعطون زكاة الفطر حتى على الحمل في بطن امه طبعا هذا غير واجب ولكنه يدخل في باب الاشياء التي تعجب المسلم فيزيد من العطاء ويزيد من البر ويزيد من الاحسان نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة